سي عيسى من البرواقية يقول عند وفاة الميت في تلك الأمسية يقومون بالحضرة فهل الحضرة جائزة في الإسلام أم لا؟ والله لا أدر يا سي عيسى وشك تقصد بالحضرة؟ إن كنت تقصد أنهم يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه للميت جائز جائز قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم يا سين والحديث صحيح اقرأوا على موتاكم يا سين وشنو راحوا داروا الحشوية وش داروا؟ قال لك الموت هنا بمعنى لره نائم على فراش الموت يا أخي تق الله الأصل في الكلام الحقيقة ولا يصرف عن حقيقته إلا بدليل عقلي قاطع أو نص شرعي ثابت سينا رسول الله كان يخاطب العقلة قال اقرأوا على موتاكم يا سين شكو لي قال هنا موتاكم بمعنى لراه ورايح يموت لراه ورايح يموت أو حي ما نسميه وش ميت حتى يموت مين جبت انتاب اللي راه ورايح يموت نسميه وهمية صحة وحنا باش نتبعوا الكداب الباب داروا تبعوني يحوا فهموني يا الله يرضى عليكم فهموني باش نتبعوا الكداب الباب داروا نروحوا لهذا وما لرام يقولوا جماعة أبو خليطة لرام يقولوا اقرأوا ليسين على موتاكم مشي معنى هالميت لراه ورايح يموت نقولوا لهم ايه واش عليه خلاص انتبعوكم انتم مراكوا تقرأوا ياسين على واحد ورايح يموت نتحداكم نتحداكم وإلى كين واحد محتضر وراه نائم على فراش الموت ورحت ودرت حلقة وقريت عليه ياسين والله نتحداكم أنا عمري ولا سمعت بيها وما يديروهاش ومستحيل يديرها وإنما الهدف انت حم يحسد المسلمين انتالي اراك تقرأ على بابك وجدك ياسين يقول لك لا لا اراك غالط لو كان قريت عليه كين كان ارايح يموت وم بعدها كين تعيط لتقوله ايا يا أبا خليطة اروح او كين واحد اسمعنا به اراه مريضا ينحو نقرأ له ياسين والله ما يجي يحسد الحيين ويحسد الموتا ملائق رأ وهذا الحضر اذا كان المقصود خيراة القرآن على الميت تجوز اما غير هذا عود والضحر يا اخي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة